اشتركوا في القناة نتحدث عن بطولة كأس الخليج العربي التي تقام في البصرة هذه الدورة الخمسة وعشرين من هذه البطولة التي قيمت في البصرة لا تحدث عن طبيعة المباريات وطبيعة الفرق وقوتها وقعفها ومن سيفوز ومن سيخسر هذا الحديث يعود للناس المتخصصين في هذه القضية لكن نريد أن نتحدث عن محاولة تسييس هذه البطولة أول من حاول أن يسيس هذه البطولة هي إيران هذه التي يسمونها جارة والتي تتغول في الحراق وتحكم بميليشياتها أولهم هي التي اعترضت على تسمية دورة كأس الخليج العربي بالخليج العربي قالت لا تريد أن يقال الخليج العربي ويقال الأخبار هكذا نقلت أنها تحاول أن تشتكي عند الأمم المتحدة وعند منظمات دولية حول هذه التسمية ولها موقف ضد الاتحاد الدولي الفيفا لكرة القدم لأن رئيس الاتحاد الفيفا حضر في دورة تسمى الخليج العربي وهم لا يريدون أن يسمونها الخليج العربي طبعا قضية الخليج العربي قضية لها تاريخ الخلاف حول التسمية وباختصار شديد لكي لا نذهب بعيدا لا نخوف في مواضيع إيران وميليشياتها وكل دولها يريدون أن نخوف فيها لكي يكثر الجدل أريد أن أقول أن طول الساحل على الخليج العربي طول الساحل طولة كل 1300 كم من البصرة إلى نهاية عمان 3300 كم طول هذا الساحل بجزئ الشرقي والغربي حصت إيران من هذا الساحل ثلث وثلثين حصت الدول العربية الخليجية التي طول على الخليج العربي بدءا من العراق الكويت وقطر والبحرين والسعودية واليمارات والسعودية والعمان واليمن فبالتالي أنت لديك أكثر من ثلثين وإيران لديها ثلث كساحل وفي الثلث الإيراني غالبية الثلث الإيراني التي يطل بها على الخليج العربي هي مدن عربية يعني الأحواز والمحمرة هذه كلها في عربستان هذه سبكانها عرب وحتى في بوشهر وفي بندر عباس وغيرها كلها عرب الغالبية فيما يطل عليه تطل يعني الساحل الإيراني الذي يطل على الخليج هم سكانها عربي وبالتالي تسميتها بالخليج العربي طبيعية جدا وكثير من الكتوب ومن الوثائق التاريخية تشير إلى هذه التسمية يعني يخذ مثلا من عام 1934 تسميات الهولندية البرتغالية كل ذلك اللي موجودين المستكشفين البحارة الرحالة يسمونه هو الخليج العربي خراط البريطانية حتى الخراط البريطانية 1717 كنت تسميه يعني خليج البصرة وهكذا هذه أما عندهم تسميات الخليج الفارسي معرف مو منطقية ولا رسمية والخليج العربي يسمى والناس تعتزوا تسميتهم أنتم تريدون تفرضون على الناس حتى التسميات التي يريدونها وبالتالي يعاتبون حتى من قال بذلك في العراق يعني هسا الميليشيات الآن ربما وقعوا في خطأ أنه ساندوا هذه التسمية أو سكتوا عنها يعني حتى مقتد الصدر عندما يعني ذكر أنه الخليج العربي وهني يعاتبونه لماذا سميته الخليج العربي وهو الخليج العربي رغم من عنهم هذا واقع الحال فالحقيقة يعني محاولة تسييس الاسم بهذه الطريقة يعني هذه هذه أصلها وهذه تسميتها وهذا من ناحية إيرانية ناحية الأخرى أن هذه الميليشيات تحاول أن تنال من الآخرين كل التسمية الآن يعني إحنا أريد نظهر للعالم أنه إحنا أفضل من قطر في تنظيم التي نظمت كأس العالم هذه مقارنة معيبة جدا أولا قطر دولة عندما يعني قيمة فيها كأس العالم قدمت للعالم نموذج من البناء نموذج من البنى التحتية نموذج من الخدمات من أرقمها يمكن ودول العالم كلها اعترفت به هذا واقع الحال ماذا تقدمون في البصرة؟ في البصرة المحافظ مالها بنسياج حتى يمنع النظر اللي يجون إلى العشوائيات والبيوت الفقيرة والدمار والخرابة اللي موجود في البصرة هذا واقع الحال البنى التحتية البصرة مليئة بالفقراء والمعدومين وبنى التحتية منتهية من عام 2003 لحد الآن لم تبنوا شيئا والبصرة تأنوا بحاجة إلى خدمات أما أن تجرى كأس الخليج في البصرة هذا يفرح الشعب العراقي لأن انتماء انتماء عربي وهؤلاء أهله نعم بغض النظر عن الرؤية الميليشياوية عن الرؤية القاصرة الرؤية اللي بها حقد وبها الزراء وبها منافع خاصة وبها رؤية سياسية هذه تركها على صفقة لكن واقع الحال هذا وهو حق من حقوق العراق أن يكون جزء من هذه المنظومة أما أن يسيس الموضوع بهذه الطريقة ويقال أن هذا خليج فارسي وهذا خليج عربي وأحنا أفضل من قطر وكلام معيب غير مقول البصرة عراقية وهي جزء من وطن عراقي ووطن عربي بلد عربي ينتمي إلى محيط العربي ينتمي إلى محيط الخليج العربي وجزء من عنده وكان جزء من عنده وسيبقى جزء من عنده شاءت إيران أم أبت أرادت أم لم تريد الوضع الآن شاث وهذا الوضع لن يستمر طويلا وهذا واقع الحال ومن يتكلم بغير هذا فهو جاهل لا يفهم في التاريخ ولا يفهم في المنطق ولا يفهم بتطور الأشياء ومآلات الأشياء وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك أستودعكم الله والسلام عليكم